سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تسريب قنبلة من داخل سجن العقرب أنقل إليكم على لسان ثاني أهم رجل في الإخوان رسالة إلى الجميع النظام والإخوان والقوى السياسية في مصر أعرض عليكم تفاصيل خلاف الإخوان في رابعة وأطرح السؤال الذي ما زال دائرا من قتل عصام العريان داخل أسوأ سجون مصر العقرب بورتري الوجه الآخر لأحد أهم قيادات الإخوان الذي قتل داخل محبسة العريان مات والضيف حي الوجه الآخر بورتري الأرض دي أرضي الأرضي مش أرضي ولا العباد ولدي وقبل ما نفتح ملف عصام العريان والعقرب أأكد على حضراتكم على كل من يهتم لأمر القضية الفلسطينية أضيتنا لكل مسلم غيور على دينه وأمته أمتنا أقول لكم أن محمد ضيف الذي أشاع الصهينة أنه قتل تلك الإشاعة كانت في إطار الحرب النفسية الإعلامية التي يظن الصهينة أنهم الوحيدون الذين يجيدونها أقول لكم أن محمد ضيف عبقر التمويه والتخفي ما زال حياً يدير الأحداث يوجه الضربات المؤلمة ليس في غزة فقط ولكن أيضاً في الضفة الضيف حي من قتل عصام العريان داخل سجن العقرب أسوأ سجون مصر على مر التاريخ وهل يوجد ما هو أخطر على النظام من الإخوان أو المتعاطفين مع الإخوان أو الإسلام أو الإسلاميين تلك هي معادلة المواجهة الصفرية التي وضعت لمصر وجعلت المصري في مواجهة المصري منذ سمعنا تسريب الضابط الذي صرخ في جهاز اللاسلكي يوم 28 يناير 2011 الشعب ركب يا باشا فإما يموت الشعب أو يموت الباشا أما يركب الشعب أو يركب الباشا وبما أن الباشا لن يجد شعباً يحكمه إذا ما مات كل الشعب فكان لابد من تحديد العدو الأقوى والأكثر تنظيماً إنهم الإخوان المسلمين الطيار الوحيد المنظم في مصر ربما في العالم كله أعني من المسلمين فتحت سجون مصر كلها على مصراعيها بعد أن تم الإنقلاب في 2013 ولم تفتح عشوائياً لكنها فتحت بفكر صهيوني ممنهج وهذا وصف وليس سب أو شتيمة إنه المنهج الصهيوني الذي تم تصديره لمصر وللعالم العربي كله وتم تأهيل من يمكن السيطرة على مصر بعد أن انفرط عقدها من يد الجيش كان لابد أن تعود مرة أخرى إلى حجر الجيش ولكن بعنف أكبر وكشفاً للوجوه أكثر لابد أن يتحول المصريون إلى سجناء في بر مصر هذا ما أطلقوا أو أطلق على السجن الكبير مصر وضع المنهج الصهي أمريكي وتم تنفيذه وللأسف استدرج الإخوان كتنظيم أو قيادات لهذا المخطط رغم خبرتهم التي امتدت لأكتر من ستين سنة في المواجهات مع الأنظمة العسكرية المتعاقبة إلا أن تجربة يناير أثبتت أنهم كانوا شديد الفقر في خبرة التدبر والتدبير المخابرات لقد استخدموا بعد أن استدرجوا وأصبحوا فيه الواجهة في الوقت الذي كان المخطط يجري لإسقاط الثورة المصرية الوحيدة التي ضاعت أهدافها ضاعت أهداف الثورة وأسقط في يد الشعب والشباب الذين قاموا بها وكانوا الإخوات أحد الأدوات رغم جهلهم بالأمر اقتصدت سجون مصر التي بنيت على عجل لتملأ كل أصوات المعارضة على كل أشكالها وهنا أنقل على لسان الدكتور حلمي الجزار القياد الكبير أو نائب مرشد الإخوان الدكتور صلاح عبد الحق أو الرجل الأهم في رسم سياسات الإخوان الآن حلم الجزار لمن لا يعرفه رجل يجنح للسلم والسلام دائما ولا يقبل المواجهة بأي حال أنقل لكم حرفيا بعد أن أذن لي في مكالمة بيني وبينه إذ قال أول على لساني أننا جاهزون وممدود الأيدي للسلام مع النظام ومع كل القوى السياسية المصرية ومتسامحون في حقوقنا التي ترتبت على الظلم الذي حدث خلال الأحد عشر سنة الماضية نحن مفتوح القلب والعقل من أجل مصر التي تحتاج اليوم لكل قوى الشعب نحن جزء أصيل من هذا الشعب أخرجوا كل المعتقلين من سجون مصر ولتتكاتف كل الأيدي لبناء ما هدم اجتماعيا واقتصاديا يقول الدكتور الجزار هكذا كما كنا دائما خداما لهذا الشعب في كل المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية نحن مستعدون للمشاركة والتقفيف من آلام شعبنا مصر فقط كونوا أمناء في تقبل المبادرة دون كبرياء أو استعلاء فكلنا مجروح وكلنا ينزف لماذا يعيش كل هؤلاء هذه المعاناة حس بأنات هؤلاء الذين هم خلف الأسوار بكافة طوافة لا أخص الإخوان المسلمين منهم بل كل إنسان مصري غاب عن أسرته وفقد حرياته هو يعاني أسرته تعاني وشوف بأحضر كما تضرب رقم المعتقلين في أسارهم في عائلاتهم في زميلهم ما يطلع رقم بالملايين لماذا يعيش هؤلاء في هذه المعاناة؟ الدكتور حلم الجزار قال مبتسما إن كان النظام قلقا من تدخلاتنا السياسية مستقبلا فنحن نؤكد أننا لن نشارك سياسيا عشر أو خمسة عشر أو عشرين سنة نحن كمصريين نريد أن تنحل عقدة هذا الوطن وأن يستفاد من كل قوة هذا الشعب فهل يوجد من لديه قلب وضمير في هذا النظام؟ أتمنى في هذه الحلقة التي تتناول جزءا يسيرا من سيرة واحد من أهم أعمدة الإخوان خلال أربعين عام عصام العريان أعرض عليكم تفاصيل لعلها خطيرة أو الأخطر في الاتجاهين من قتل عصام العريان في سجن العقرب النظام؟ أم الإخوان أنفسهم؟ أم أن هذه المقبرة التي صممت لقتل كل من يدخلها هي القاتل؟ في حيطرة جنوب القاهرة تقع الإدارة العامة لسجون المنطقة المركزية والتي تضم أولاً قطاع سجون طراء ألف وهو القطاع القديم تاريخياً حيث يضم سجني ليمان طراء وسجن القاهرة للمحبوسين احتياطياً والمعروف باسم سجن المحكوم على الطريق الرئيسي يقع ثاني السجون وهو سجن شديد الحراسة اثنان وهو أحدث سجون القطاع يليه سجن عنبر الزراعة طراء يليه سجن مزراعة طراء بينما سجن ملحق طراء خلف سجن عنبر الزراعة وعبر طريق طويل من خلف كل تلك السجون وفي عمق القطاع يقع سجن شديد الحراسة رقم تسعمائة واثنين وتسعين والمعروف بسجن العقرب أشد سجون طراء تحصيناً وأسوئها سمعة سجن العقرب هذا الوحش الذي يبتلع حياة كل من يدخله أحاول أن أعرف أو أفهم لماذا؟ ما الذي يستدعي وجود مثل هذه السجون القاتلة في بلادنا؟ نحن الرحماء بيننا هل يوجد مثيل لها في سجون الاحتلال؟ في عام 1991 اقترح فكرة سلسلة السجون شديدة الحراسة مجموعة من ضباط الشرطة بعد عودتهم من بعثة تدريبية في أمريكا اقترحوا هذا واعتبرتها وقتها وزارة الداخلية فكرة خلاقة وكافية لسد ما اعتبرته عجزاً في سياستها مع الجماعات المسلحة بشكل خاص تلك الجماعات الإسلامية الجهادية التي انتهجت تكفير الحاكم بدءاً من السبعينات وصولاً إلى التسعينات فكلنا يذكر المواجهة بين الداخلية وبين الجماعة الإسلامية في 1991 ملحوظة تاريخية مهمة جداً لم تكن هناك أي مواجهة مسلحة بين الإخوان والشرطة المصرية أو الجيش المصري عبر تاريخ هذه الجماعة بل إن بعض الذين كانوا ينتمون للإخوان خرجوا من هذا التنظيم لماذا؟ لأنهم قالوا أنه تنظيم به رعونة من وجهة نظرهم وأن المواجهة مع الحاكم الظالم الموالي للكفار واجبة والإخوان لا يقروا هذا حتى ما حدث في ربعه النهضة 2013 لم يكن مواجهة بل كان اعتصامان يطلب ويطالب المعتصمين فيهما بإعادة الحكم الديمقراطي لمصاره الطبيعي لتجرى الانتخابات في موعدها ويجلس أو يرحل الحاكم حسب رغبة صاحب الحق وهو الشعب أما الانقلاب فأمر آخر أرجو الانتباه ومعرفة التفاصيل حتى تكون على بينه بدأ وزير الداخلية السابق حسن الألفي ومجموعة من مساعديه من بينهم اللواء حبيب العادلي مساعد الوزير لشؤون أمن الدولة وقتها والذي أصبح فيما بعد أطول وزير داخلية من حيث الفترة التي جلس بها على قلب هذه الوزارة بدأوا في تجهيز هذه الأفكار الأمريكية وضعوها على أولوية التنفيذ الفوري سجن بالمواصفات الأمريكية الصهيونية ليس من حيث الرفاهية ولكن من حيث شدة الحراسة والتعذيب وخنق من يدخلوا كانت البداية من سجن تورا شديد الحراسة 1991 المعروف بعد ذلك بسجن العقرب من خلال المعتقلين يعني اللي يدخلوا لابد يلدغ بلادغة عقرب وأن الحياة ستستحيل على كل من يدخلوا حتى إن خرج لذا تم اختياره ليكون مكانا لقيادات الخطرة من وجهة نظر النظام استغرق بناء هذا السجن العقرب عامين ليتم الانتهاء منه 30 مايو 1993 وصف اللواء إبراهيم عبد الغفار مأمور سجن العقرب السابق خلال مقابلة الفيزيونية 2012 هذا السجن قائلا هو مصمم على إن اللي يخش ما يرجعش منه تاني حضرتك سجن العقرب ده هو عقرب فعلا يعني أعتبر أن العقرب لدعت المساجين اللي دخلت أو لدعت البنقات من اللي دخلت وهذا ما حدث مع عصام العريان وغيره ممن دخلوه الدكتور عصام الذي قضى نحبه في أحد عنابر السجن العقرب الذي صمم على شكل حرف H باللغة الإنجليزية بتوسيع عمليات البحث وجدنا أن السلطات المصرية في التسعينات استحضرت تجربة إنجليزية في تشييد سجن مشدد الحراسة في العام 1971 عرف بسجن متاهة صاحبة الجلالة متاهة صاحبة الجلالة ملكة دريطانيا هكذا نحن نستورد منهم فقط السجون التعذيب وربما نتفوق في الثانية لعلها كما قلنا المواجهة الصفرية بين النظام والإسلام أو الإسلاميين وتحديدا منهم الإخوان الآن داخل حرف H وفي أحد الأركان أو الوينجات كما يطلقون عليها قضى العريان نحبه هذه التجربة الإنجليزية التي استدعتها مصر من المواجهة بين الإنجليز والجيش الإيرلندي المسلح كانت تجربة السجن المتاهة ناجحة إنجليزيا فتم تطبيقها مصريا تم بناء سجن تورة 992 بنفس الهيكل والتصميم الهندسي الذي هو على شكل حرف H بحيث أن الذي يدخل ويتحرك لا يستطيع معرفة مكانه ثمان عنابر على شكل حرف H بالإنجليزية سجن الأقرب أربع عنابر على شكل H هذا السجن هو مراقب بشكل إلكتروني كامل أو قل أنه أول سجن يراقب إلكترونيا بشكل كامل في مصر طبعا سجن العقلب بيتميز بإنه هو وكذلك كل السجون تقريبا الجديدة اللي هي تعاملت اللي هي ما يسمى بالسجون الجديدة الحراسة بتتميز بأصوارها العالية جدا وأيضا إن هي مباني كلها خلطانية يعني مش طوبة يعني كلها المباني جاهدة اللي هي الخلطانية السجن تقريبا فيه 310 أو 320 زنزانة معمول على هيئة حرف الـ H أربع Hات العنبر الحقيقة أو الـ H يعني هو عبارة عن أربع نابر بينثميها أربع ونجات يعني ونج واحد ونج اثنين ونج ثلاثة ونج أربع كل ضلع من الـ H ده بيبقى ونج من الأوناج فيه 20 زنزانة تقريبا منها زنزانة تأديب داخل هذا السجن الصهيوني التصميم والتنفيذ الذي أقيم في قلب وكبد مصر قتل الدكتور النابغ عصام العريان الذي خسرته مصر وخسرت أبناء مثل كثر لماذا قتل ولماذا أتحدث عن العريان الآن وقد رحل إلى ربه منذ أربع سنوات وفي نفس هذه الأيام وتحديدا قبل فض ربعة التي راح ضحيتها مئات المصريين الأبرياء والذين سالت دماؤهم واحترقت جثثهم هذا الفعل الشنيع الذي حرق قلب مصر ولم تشفى ولن تشفى منه أبدا حرق المسلمون في مسجد رابعة وكانت تلك البداية والإشارة والموافقة على هدم المساجد وقتل المصلين والمسلمين في كل البلاد العربية المسلمة هدم وحرق مسجد رابعة كان موافقة علنية عبر كل وسائل الإعلام العالمية بهدم وقتل المسلمين المصلين فجرا في غزة بل هدم أكثر من 650 مسجد في غزة بسلاح أمريكي وبأيدي صهاينة وموافقة الأنظمة العربية مجتمعة لا أبرئ منهم أحدا تلك هي الحقيقة وإن كانت مرة قتل العصام العريان يوم 13 أغسطس 2020 أي منذ أربع سنوات بيناتي بيناتي أذكركم به اليوم حتى يعرف الجميع أننا لا ننسى وتحديدا من قدموا أعمرهم وحريتهم من أجل أمتهم وأيضا لكل من تجرأ على دماء المسلمين لا ننسى عصام العريان أحد هؤلاء الذين ضحوا بأنفسهم نصرة للحق كما رآه هو الشعب المصري يحتاج إلى رئيس توافقي مش رئيس كاريزمي ولا رئيس أيديولوجي ولا يعبر عن مرجعية معينة يكون رئيس مصري خليط مصري ممكن يكون رئيس مرحلة واحدة يعد البلد من الثورة إلى حالة استقرار هذا المهم الشعب المصري أيضا في حاجة إلى أن يطمئن لأنه عاش 30 سنة مبارك بيخوفه وقبليه السادات وقبليه عبد الناصر أنه في حاجة اسمها بعبع وخطير اسمه الإخوان المسلمين يا ليتهم وفوا بوعدهم بعدم تقديم مرشح رئاسي ربما النتيجة كانت اختلفة يا ليتهم لم يزجوا بالدكتور محمد مرسي علي رحمة الله تحت هذه المقصلة الدكتور عصام عريان كان صاحب هذا الرأي داخل جماعة الإخوان وأيضا الدكتور حلم الجزار وأيضا الدكتور محمد البلتاجي فك الله أسره الذي يعاني الآن معاناة رهيبة فقد أصيب بشلل في أحد أطرافه بل إن الرجل يصرخ مناديا على ابنته الشهيدة أسماء عليها رحمة الله ليلة نهارا عصام العريان وهذه المجموعة دم تكن تريد أن يحكم مصر رئيسا منتمنا للإخوان ولا لغيرها من الجماعات أو الأيدولوجيات لذلك كان أيمن نور أحد الخيارات حمدين صباحي أيضا وآخرين لكن طيار عصام العريان داخل الإخوان خسر الرخان وسقط اختياره بأن أول رئيس بعد ثورة يناير يكون رئيسا توافقيا لمدة واحدة ولكن الجيش كان له رأي آخر واسمحوا لي أقولها الآن وبوضوح الإخوان غرر بهم ودفعوا دفعا لتقديم مرشح من قبلهم فكان اختيارهم لخيرة الشاطر حين قدم الجيش الفريق شفيق وكانت تلك هي اللعبة الكبرى التي لعبها رئيس المخابرات الحربية وقته بأن سحب الإخوان إلى هذه الحلبة حتى يتم التخلص منهم واستقصالهم تماما خلال عام واحد أفشلهم في الحكم وشيطانتهم وإظهرهم أنهم استولوا على مصر وكرسي الحكم والسلم فيصبحوا هم العدو وقد كان ما خطط له وما زال ولم يفيق كثير من المغيبين إعلاميا الزن على الودان أمر من السحر إليكم تسريب من داخل سيجن العقرب من أحد المرافقين للدكتور عصام وقت وفاته تم تغيير الصوت حفاظا على أمن المتحدثين حتى لا يحدث لهم ما نقرههم حسن اللي فيما بعد بقى مات كلاتها بقى اللي جنبه والابنين اللي قدامه حقولي بقى خطو فاطح وحفر إزاي والنفاذة والتعب لما تعصب هو تعصب من منقشة مع الإخوان ولا أخبار جات على عكس رغبته هم كانوا بيعلقوا على الأخبار حسن المنقشة دي داخل زنزانة الدكتور عصام العريان كان يشاركه آخرون منهم الأستاذ صبحي صالح المحام المصري المعروف والدكتور محمد سعد عليوة القياد الإخواني دار الحوار تعليقا على الأخبار التي كانت تأتيهم من خارج السجن الدكتور عصام كان دائما مع مراجعة الإخوان لكل مراحلهم تصحيح المصار والعودة عن الأخطاء كانت منهجه وكان يطالب بأن يراجع الإخوان أنفسهم ويحاسبوها قبل أن يحاسبوه الدكتور عصام العريان كان من الطيار الداعي للتصالح مع النظام وفك أسر المأسورين داخل السجون رحمة بالمعتقلين وأهليهم وزويهم والمرمطة التي تمارس بحقهم في كل زيارة أنا كنت يعني وغضى لزوجي صورة أسماء فهم وقفوني وقت طويل جدا ومش حايزين يدخلوني بالصورة بتاعة أسماء أنا ساعتا كان معايا في الزيارة ابني أنس فلما احتجيني أنا وابني أنس فهم خدوا أنس وحوتوه جابوله كوات خاصة وحوتوه جوا في داخل السجن وكانوا بيحاولوا أن هم يخرجوني أنا برى السجن فاعتادوا علي أنا بالضرب وتم نزع حجابي وتلموا الزباط كلهم حوالي وفي الآخر قالوا خلاص لو أنت مصممة أني بقى أنتو الاثنين أنتو دلوقتي هتلافق لكم قضية وانتو الاثنين هتحتوكلوا دلوقتي اتحكم في القضية ديت علي أنا وابني أنس بالسجن لمدة 6 شهور ما أجملك يا أنس ما أبهى صورتك ما أعزب ابتسامتك قتلوا فيك الأمل يا ولدي قتلوا فيك الشباب ومات مع من موت ابتسامتك مستقبل مصر خرابوا المساجين افتحوا البوابة الكبيرة لسجن مصر كفاكم 11 سنة ألم تشبعوا من بكاء النساء والأطفال بعد ألم تطمئنوا على كرسي الحكم بعد اطمئنوا فقد عرف الإخوان أنها كانت غلطة ومش هتعود وهم الآن مترنحون تلك هي السيدة المحترمة سناء عبد الجواد زوجة الدكتور الفذ الطبيب الألمعي محمد البلتاجي شفاه الله وعفاه الذي يكاد يذهب عقله اشتياقا لابنته الشهيدة أسماء عصف حاله وهذا ليس وصفا مجازيا الدكتور البلتاجي يعاني الآن نفسيا داخل سجنه ويكاد يفقد عقله كما فقد أحد أطرافه شللا شفاه الله وأعاده وأمثاله إلى أسرهم كفاكم ظلما فالظلم ظلمات ومصر لا تحتمل مصر تبكي ولدها من كل الأطياف كفاكم سجون وعقارب وثعابين عصام العريانة الذي بدأ انتماء الديني ضمن الجماعات المتشددة إلى أن انتبه سريعا وانتقل إلى الإخوان الذين هم أخف كثيرا في السبعينات مع المجموعة التي تتمتع برحابة الصدر والعقلانية من الإخوان الدكتور حلمي الجزار والدكتور عبد المنعمة بالفتوح والدكتور محمد البلتاجي الصابر المحتسب هؤلاء الأربعة أظن كمان كان معهم الدكتور سناء رحمه الله كانوا زملاء مرحلة إعادة تطوير فكر الإخوان كانوا جميعا يؤمنون بالعمل فوق الأرض وفتح النوافذ والأبواب والممرات بين الإخوان وبين كل أطياف المكونة الوطن المصري فكان لهم أصدقاء من كل الطيارات وكانوا يقبلون الآخر مسلما أو غير مسلم عصام العريان ومحمد البلتاجي وحلمي الجزار تحديدا هم أصحاب المراجعات أو إعادة تقييم التجربة العجيب أن الأربعة أطباء نوابغ متواضعون خسرتهم مصر الأم والوطن والشعب لم يتوقفوا أبدا عن مراجعة أنفسهم ومراجعة الجماعة لذلك كان عصام العريان في نقاشاته داخل سجن العقرب قابق وسيني أو أدنى من الصدام الكامل مع من يحاوره من الأعضاء أو القيادات غير المؤمنة بالمراجعات وكانت تلك هي الطلقة التي خرجت لتسكن في قلب العريان فتقتله وضعت مقطع من تسريب من داخل سجن العقرب التسجيل الموجود عندي أربعة واربعين دقيقة اقتطعت منه دقيقة إلا ربع عصام العريان قتلوا السجان وزملائه في السجن في حوار اتهموه فيه بأنه لا يفهم في السياسة الآن وجب أن أرسل لعصام العريان في مثواه الأخير الذي هو أفضل من دنيانا رسالة صديقه ورفيق رحلته الدكتور حلم الجزار الذي أرسلها له من خلالي يقول الرجل البشوشي الجزار وهو اسم على غير مسمى فقد عرفت هذا المسلم الرقيق جدا حلم الجزار منذ 2012 حين التقيته بعد الاتفاق معه بالظهور في حلقة تلفزيونية سياسية مرة في الأسبوع الساعة الثامنة في إحدى القنوات التي كنت أدرها في مصر وقتها وحين تحدثنا معه عن المقابل المادي ضحك وقال أنت عاوزيني أظهر معاكم وأدفع لكم كمان قلت له لا إحنا اللي هندفع قال ببسطة العميقة كفلاح لم يغادر طين الأرض أبدا عارف يا دكتور أنا بس بهون عليك عارف لا أريد أي مقابل قلت لابد قال إذن ما ترونه أنا موافق عليه في هذا اليوم كان له لقاء مع بابا الكنيسة الأنجيلية على الهواء وقبل اللقاء أذن لصلاة المغرب خرجنا نصلي في مصلى خارج القناة بمدينة الإنتاج الإعلامي المصرية وحين استففنا قدمني كي أأمه وأم من معه فرفضت فمن أنا حتى أأم الدكتور حلمي الجزار قال لي رغبة عندي أن تأمني بخجل وخوف ورهبة قمت بالصلاة بهم وكانت دقائق ما أصعبه علي لكنها ولكنه التواضع الذي يلف هذا الرجل يلفه ويرفعه ويقدمه على كل القيادات التي تعيش حالة النرجسية حين يتولون القيادة أو المسؤولية كتب الجزار لصديقه عصام العريان يقول دكتور عصام العريان تبقى ذكراه رغم الرحيل في 13 أغسطس 2020 رحل عن دنيانه أخي وتوأم روحي دكتور عصام العريان في محبسه الظالم بسجن العقرب سيء الصنع زملت سنين طوال بكلية طب قصر العيني بمرحلتي الباكالوريوس والماجستير ثم في نقابة الأطباء ثم في مجلس الشعب بعد ثورة يناير 2011 فضلا عن مشاركتنا في العمل الدعوي بجماعة الإخوان المسلمين منذ نهاية سبعينات القرن الماضي حتى رحيله عن دنيانا الفانية تميز دكتور عصام عن أقرانه منذ مرحلة الجامعية بعدة مميزات منها واحد الربانية صلى بالله وبالقرآن الكريم حفظ القرآن في باكر حياته وظل في قلبه وعلى لسانه وفي صلواته إماما وفي السنن الرواتب التي كانت جزءا ثابتا في برنامجه اليومي اثنين الحرص على التعلم والتحصيل رغم أصعب الظروف فقد حصل على درجة الباكالوريوس في الطب والجراحة ثم على درجة الماجستير في طب المعامل والدرجات الجامعية الأولى لسانس وباكالوريوس في الحقوق والأداب والشريعة وحصل على بعض منها في ذات الوقت فربما صادف أن أدى الامتحان في كليتين في ذات الوقت سبحان الله من هؤلاء كيف يصبحوا هكذا وكيف يصنعوا قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات صدقت يا دكتور حلم الجزار كان لي علاقة بثلاثة ممن ذكرت ولكني أذكر هنا الدكتور سناء أبو زيت عليه رحمة الله لعل أحد الصالحين يذكروا بدعوة انتصل إليه دون حاجز أو ستر الدكتور سناء تزوج أول طالبة طالبة طب في تاريخ مصر كله ترتدي الحجاب ثم النقاب نعم الدكتورة سميحة عليها رحمة الله وإليكم أيها السادة جانب من شخصية الإخوان الصالحين ولا أتحدث هنا عن من اخترقوهم ووصلوا إلى قيادات عليا في الجماعة إنما أتحدث عن هؤلاء الذين آمنوا بالدعوة إلى الله من خلال هذه الجماعة فدفعوا أعمارهم وحريتهم الدكتور سناء عبدالله أبو زيت المربي الذي أحب مصر ذهب لمشاركة حفل زفاف لأحد الشباب وكان الحفل في المسجد فجلس وتحدث مع الشباب وكان يتحدث عن ظروف الاعتقال والإخوان في السجون إلى آخره ثم قال مداعبا للشباب أنا الأوان لسناء أبو زيت أن ينعم بهواء علي ليرطب على قلبه المريض بعدما حصلت على تكييف نص عمر وركبته في المنزل هذا المنزل الذي وصفت لكم أنه بسيط للغاية في منطقة بسيطة للغاية وهو الطبيب الذي كان من الممكن أن يكون إن أراد قال هذه المداعبة ثم صمت ثم لحظات وأخذ يبكي بكاء شديدا ويحادث نفسه وهو يقول كيف تهنأ يا سناء بهواء عليل وإخوانك في لزة السجون كيف تنعم وتنام بينما إخوانك على الأرض ينامون كيف تحس بطعم الطعام وإخوانك خلف القطبان مع الذبون كيف تهنأ بذلك ليتني كنت معهم فأنعم بما ينعمون من رضا الرحمن لم يوقفه عن البكاء إلا حضور العريس إلى المسجد المقام به عقد القران عرضت على حضراتكم مقطع رأسي للشخصية الإخوانية الصالحة التي شيطنوها واجعلوها هي عفريط مصر افتحوا سجن مصر الكبير اجعلوا مصر تتنفس وتعود للحياة وهذا مجد عبدالله يحييكم أم الكدامة لشال أم الوحدي جمال العذاب انفلت وأنا وراه بحدي وأنا وراه وحدي اشتركوا في القناة